السودان يواجه واحدة من ناس والازمات الإنسانية على مستوى العالم حيث أجبر الآلاف من الأطفال على مغادرة بلادهم وذلك وفق ما أعلنه ممثل منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونسيف في السودان المسؤول الأممي أعرب عن قلقه البالغ غزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان مشيرا إلى أن أكثر من 25 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذاء جراء استمرار الحرب منتقدا في الوقت نفسه تجاهل المجتمع الدولي لهذه الأزمة المتفاقمة في البلاد ووفقا لآخر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فقد أدت الحرب للجوء نحو مليوني شخص إلى دول الجوار خاصة مصر وإثيوبيا وتشاد وإيرتيريا وجنوب السودان